دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان اسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية ويخيم على لبنان إضراب عام دعا إليه المتظاهرون في وقت وصلت المؤسسات العامة والخاصة في البلاد أغلاق أبوابها بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى بما فيها العاصمة بيروت ترجمة نانسي قنقر